بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق وجه ممثلوا الكنائس العراقية رسالة إلى أبناء وبنات الرعاية دعوا فيها إلى ضرورة استكمال مخرجات وتوجيهات الزيارة عبر شراكة كنسية حقيقية معمقة ومثار مسكني رائد بالتواضع والوداعة والمحبة مستذكرين قول قداسته أنه لا يمكنه أن يتصور العراق من دون المسيحيين فالمسيحية هي وريثة حضرات العراق العظيمة والسعية إلى الخير لكل مكوناته وأضاف ممثل الكنائس في رسالتهم نحن مدعوون للصلاة لننال رحمة الرب ولتقديم ذاتنا وخيرنا لنجدة المحتاجين فيباركنا الرب ويخلق فينا قلبا نقيا متواضعا إذ الصوم المقبول عند الرب هو أن تكسر للجائع خبزكا وأن تدخل البائسين المطرودين بيتك وإذا رأيت العريانة أن تكسوه وأن لا تتوارى عن لحمك اشتركوا في القناة